فله جل وعلا ملك كل شيء ولذلك لما قال قل لله الشفاعة جميعا ما الذي بعدها له ملك السماوات والأرض هو الملك الملك التام الكامل له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فكيف يشرك مع الله جل وعلا ولذلك قالها المجدد محمد ابن عبد الوهاب إذ قال ومن المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب